أهلاً فيكم برج الأسد في قناتي راح نشوف توقعاتك العاطفية طبعاً طاقات القراءة مفتوحة يعني ممكن القراءة تنطبق عليك فترة أكتر من أسبوعين ممكن أسبوعين شهر أو أكتر تختلف الطاقة من شخص إلى آخر أيضاً القراءة عامة يعني مش راح تنطبق على الجميع ولكن فيه ممكن يكون شي بالفيديو رسالة أو إشي معين ممكن أنت تستفيد منه فاخد الإيجابي من القراءة وترك الإشياء اللي تحسها سلبية أو تحسها ما بتفيدك لأنه ممكن تكون الرسالة موجهة إلى شخص آخر راح نبلش أول إشي بيه طاقتك طاقتك الحالية وطاقة الشريك وشو هي ممكن تكون بعض العوامل اللي اللي عم تأثر عليكم أو تعثر على تواصلكم في الوقت الحالي وأيضاً شو خطواتكم فيه المستقبل أنت والشريك أو أنت والحبيب ومستقبل العلاقة بينكم طيب راح نبلش أول إشي بطاقتك يا برج الأسد عم شوف في حدا بيه حياتك حالياً عم بتفكر فيه كتير ممكن تكون عم بتفكر بيه شخص عم شوف مشاعرك تجاه الشخص أول إشي سرية يعني ممكن ما اعترفت للشخص حالياً بمشاعرك تجاهه يعني ممكن مخبيها لأنه في عندك بمون هون تحكي عن أسرار ففيه إشي عاطفية تجاه شخص أنت مش عم تعبر عنها بالضرورة ممكن أيضاً الشخص اللي عم تتعامل معه يكون محوط بأشخاص أخرى بحياته في الفترة الحالية وهو أنت عم تراقب الوضع من بعيد أو عم تراقب هالشخص من بعيد عم شوف السبب اللي عم يخليك مش عم تحكي حالياً واحد منهم أنه أنت مركز على وضعك المادي بدك وضعك المادي تحسن وأيضاً عم تبحث عن الشفاء العاطفي عم شوفك بفترة عم تحاول تستشفي قدر المستطاع لأنه بدك الوضع يكون متوازن بينك وبين الشخص الآخر بمعنى بدك موازنة تكون في بينك وبين الشخص الآخر بالأخذ والعطط ويكون فيه طاقة إيجابية فأنت عم تحاول تخلي منظورك تجاه الشخص اللي عم تتعامل معه أو حتى إذا كان بعلاقة مع شخص آخر حالياً أو فيه حوالي أشخاص مو محوط فيهم عم شوف أنه أنت عم تحاول تنظر للأمور بطريقة إيجابية أكتر من نسبة لطاقة الحبيب أو طاقة الشريك الحبيب اللي عم تتعامل معه مش مرتاح حالياً عم يحس أنه فيه فيه فراغ بحياته فيه فراغ عاطفي مشوش كتير بالتفكير فيه عنده أكتر من إختيار عم يتعامل فيه حالياً أو أكتر من شخص بحياته حالياً أيضاً ممكن يكون طاقته كتير قاسية أو كتير بارد بالفترة الحالية بسبب أنه عم يبحث هو عن الارتباط وعن الانتزام وعن يبحث عن علاقة جدية ولكن يتوقع هالشخص عالق بين شخصين ومش عارف يختار منهم فالوضع عم يسبب له تشوش توتر وأرق وقلق وبالمقابل من جوه مش راضي هالشخص بيحس أنه فيه عنده نقص أو جميع الاختيارات اللي هو بحوت فيها حالياً بيحسها مش عم تحقق له الرضا النفسي اللي هو بيطمح فيه أيضاً ممكن يكون هالشخص فيه عنده مخاوف داخلية كتير كبيرة وشان هيك عم يحاول أنه يوفق بين شخصين أو يشوف من الشخص الأمثل اللي هو بالعلاقة ولكن إذا أنت حالياً مش مع هالشخص أمشوف أنه جميع الاختيارات أو الأشخاص اللي حاوليه اللي عم يحاول يوفق بينهم هالشخص الأندرتون أو الطاقة الخفية لها الشخص أنه مش راضي عن اختياراته اللي عم يمر فيها حالياً ومشوش عاطفياً وبحاجة أنه ياخد قرار بالفترة الحالية بحياته يحتاج أنه ياخد قرار بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم عم شوف أنه فيه أسرار بينكم وفيه تشوش بينكم وفيه صراع عن السلطة بينكم ولكن فيه رضا نفسي مع بعض عم تحاولوا عم شوف أنه واحدة من أسباب المشاكل اللي بينكم أو الخلاف اللي عم تواجهوه حالياً أنه عم تحاولوا أنه تتركوا بعضهم ولكن بالمقابل لسا مشوشين يعني أنت وهالشخص فيه بينكم عواطف كتير عالية وتفاهم بينكم كتير عالي وبتحس أنه هالشخص مصدر سعادة بالنسبة لإلك بالمقابل هو أيضاً بيحس أنه مصدر سعادة بالنسبة لإلك ولكن فيه بينكم أسرار فيه شخص بينكم كتوم فيه شخص بينكم ما بيحب يحكي أو ما بيحب يعبر عن مشاعره لأنه دائماً بده يظهر بصورة بصورة شخص منتصر أو شخص متمكن أيضاً ممكن يكون بعلاقتكم فيه شخص أو فيه طرف حتى الطرف الآخر على منصة أو عم يتوقع من الطرف الآخر أشياء هو غير قادر على تحقيقها عم تسبب مشاكل أنه هالشخص عم يواجه صعوبة بأنه يستمر بنفس الصورة اللي أنت أو هو بدك ياها بدك يا أو هو بده ياك تظهر فيها لأنه عم شوف أنه فيه إشية مش واضحة بينكم بخصوص العواطف وبخصوص إشية أخرى أيضاً ممكن تكون عملية فيه شخص عم يحس أنه ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون ظهر لك بصورة في بداية العلاقة غير عن حقيقته أو غير عن طبيعته وهالشي عم يسبب تشوش بالفترة الحالية بالنسبة لخطواتك في المستقبل عم شوف هون برج الأسد في عندك مساعدة إلهية رح تيجيك من عند الله في عندك تدخل في المستقبل تدخل روحاني وتغيرات رح تصير في عندك تغيرات كتير رح تصير عندك تحولات ترانسفورميشن تحولات عندك تغيرات أيضاً وعندك بداية عاطفية رح تمر فيها جديدة ممكن عرض عاطفي رح يجيك أو أنت عم تبحث عن عرض عاطفي بيه المستقبل في عندك ممكن تكون أيضاً ممكن في حد جديد يفوت بيه حياتك والبداية الجديدة مع هالشخص رح يكون فيها باشن أو فيها شغف كتير عالي مع هالشخص أو ممكن الوضع يتغير بينك وبين الحبيب أو الشيك ويصير فيه تغيرات وفيه بداية جديدة أو تصالح من نوع ما رح يصير بينك وبين هالشخص ولكن في المستقبل الشي الأكيد هون أنه أنت رح تمر بتغيرات بشخصيتك بتغيرات بروحانياتك أيضاً لأنه مرج الأسد في المستقبل أنت محمي محمي من الكون أو محمي من الله هون لأنه في عندك مساعدة وفيه تدخل رباني هون رح يصير ممكن التغير أيضاً يكون مؤلم بالنسبة لعلك أو ممكن أنت تشوفه تشوفه مش مساعدة لأنه هالكارت التغيرات اللي بتجيك منه بتكون عادة مؤلمة وبتكون قاسية فأنت من النظر الأولى أو كبداية يعني ممكن ما تشوف الجانب الإيجابي بهالتغيرات اللي رح تجيك ولكن هي تغيرات لابد منها بالنسبة لطاقة الحبيب في المستقبل أو خطواته في المستقبل عم شوف هالشخص هالشخص عم شوف أنه في عنده مشكلة بالكوميتمنت أو مشكلة بالارتباط أو مشكلة بأنه يفوت بعلاقة جدية لأنه في عنده نوع أو في عنده طاقة برية أو مثل الحيوان الطليق اللي ما بيحب أنه يكون مقيد فممكن أنت عم تتعامل مع شخص بيخاف كتير من أنه يفوت بعلاقة جدية لأنه بيخاف من أنه نفس الكارما أو نفس الدورة بالماضي تتعاد وتتكرر في المستقبل أو نفس العلاقة الفاشلة اللي مر فيها بالماضي تتكرر بالمستقبل فهالشخص عنده مشكلة بالارتباط ما عنده مشكلة بأنه يظهر مشاعره لأنه عندك فبالمستقبل عم شوف أنه هو ما عنده مشكلة بأنه يظهر مشاعره ولكن ارتباط جدي والتزام عم شوف أنه هالشخص بيرفض هالفكرة أو بيبعد هالفكرة وكأنه عم ينتظر رسالة أو عم ينتظر إشي معين أيضا البداية العاطفية اللي هو بيطمح فيها الحبيب أو الشريك في المستقبل بالنسبة له لازم يكون فيها نوع من الجدية أو يعني لحتى هالشخص يوثق أو يحط نيته كاملة بالعلاقة ويرتبط فيها ويلتزم التزام كامل لازم يكون فيها ارتباط جدي بمعنى انه انت لازم تتفرغ لهالشخص بالمستقبل أو ممكن يكون بيخاف كتير الشخص اللي بتتعامل معه بيخاف انه يتربط أو حدا يقيده بيخاف انه يخسر حريته فللبعض منكم اللي عم تتعامل مع هالشخص بالمستقبل بدك تكون مرن مع هالشخص كتير وبدك تعطيه اشارات وامارات بانه أو تعطيه حريته تعطيه مساحة معينة يتحرك فيها هالشخص لانه عم شوف انه ما بيحب ابدا انه بيخاف من انه يتربط ايضا بيخاف بيخاف من انه يخسر قوته بالمستقبل ممكن بعلاقاته الماضية هالشخص بيكون اتعرض لنوع من الابيوس أو تعرض لنوع من التعنيف لانه الملك هون طاقته كتير طاغية على الامرأة هون فممكن يكون بالماضي تعرض لنوع من الاساءة وخايف انه بالمستقبل تتكرر مشان هيك وخايف انه يرتبط لانه لازم يكون عنده ثقة كاملة بالشخص اللي رح يرتبط فيه لانه مبين انه هو الماضي تعرض لبعض الاشياء اللي هي يعني سببت له التراما او صدمته ولسه عم يحاول انه يستشفي منها في الوقت الحالي بالنسبة لتعقدكم في المستقبل عم شوف انه رح تنحطه انت وهالشخص بطريق انه لابد من انه تختاره تختاره اختياره في طرف في احتمالين في احتمالين بالمستقبل ممكن يصيره في شخص ممكن لانه عندك اختيار هون في شخص ممكن يقرر الرحيل ورح يسبب كسرة قلب للشخص الاخر وفي شخص عم يحاول انه الاحتمال الاخر انه يجذب او يكون في تصليح للعلاقة بينكم ولكن في عندك هون في التواصل ممكن تكونوا ايضا لانه التواصل بينكم بيحكس يعني في اشيه حتى اذا ما كان في طرف تالت او في طرف اخر او في حدا رح يترك العلاقة حتى اذا ضليتوا مع بعض عم شوف انه في بعض الصعاب رح يتواجهكم بطريقكم لانه انت بتطلع بي هالشخص اشيه بحتاج تحتاج الى التعديل او بتحتاج الى التصليح وهو ايضا رح يطلع فيك اشيه تحتاج انه تنحل فممكن ممكن هالاشيه اللي انت بتطلعها تكون نوع من انواع ايضا تراما او صدمة اللي مر فيها هالشخص اللي عم يحاول يتجنبها قدر الامكان ورح تكون رح تكون مؤلمة العلاقة بينكم لطرف معين ورح تحتاج انه انه يكون فيها شفاء ويكون فيها استشفاء ايضا رح تطلب منك في المستقبل اذا هالشخص بدو مساحها رح يطلب منك انه تتفهم انه هو مش ما بدو يكون معاك ولكن في عندو اشيه بيحتاج يصلحها بحياته ويحتاج هو فقط يصلحها بحياته يعني مش رح مش رح تقدر انت تساعده فيها ممكن فقط ترسله طاقة ايجابية او او تعرفه انه انت دائما رح تكون معه او يعني موجود في حال احتاج اي مساعدة او اي اشي هدول كروت هون ام رسائل ممكن تجيك من الشخص او رسائل هالشخص الاخر بيحب انه يحكيها لالك ولكن ام مش يعني صعب عليه انه يعبر فيها عن مشاعر تجاهك فهاي بعض الرسائل اللي ممكن هالشخص يوجهها لالك ايضا ايضا اذا حبيته فكرة الرسائل اذا بتحسوا انها انطبقت هيك بيكفي والله كتير بس ماعليش اذا بتحسوا انه رسائل انطبقت ومفيدة كانت للكم رح نكمل فيها في القراءات القادمة فحبيبك بده يحكي لك واحد الرسائل طاقتك مع هالشخص هو بيشوفها شيء نادر وصعب عليه انه يلاقيها في شخص اخر ويوجدها في شخص اخر فإذا هالشخص اختار حدا اخر بحياته او كان في طرف تالت بحياتكم بحياته هالشخص فهم هلا او استنتج هلا انه هو اختار الشخص الغلط للبعض منكم فهالشخص مشاعره عم بتزيد تجاهك وعم يحس انه بيقع في الحب تجاهك مشان هيك ممكن ايضا هالشي عم تسبب له مخاوف وعم يحاول يهرب من العلاقة لانه ممكن لأول مرة عم يحس باشي صادق بينكم فهالشخص بس يسمع اي اشي بيخص موسيقى او اي اغنية معينة بيحس فيها تجاهك او بتأثر عليه من ناحيتك فطاقتك عم توصل لها الشخص بيحس بطاقتك بس تفكر فيه فتوصل له الطاقة بيحكي لك انهو بيحس كيف انت بتحس وكيف ايضا بتفكر فعالشخص بي عنده صعوبة بانه يتقبل يتقبلك ويتقبل طاقتك لانه ممكن يكون مش متعود على اشخاص مثل هيك بحياته فهو بده اياك تعلمه او تصبر معه او توريك كيف ممكن يحبك او يستقبل هالتواصل بينكم فهالشخص في عنده مشاعر جسدية تجاهك ومرات بيفكر فيك بطريقة جسدية فهالشخص عم يراقبك سواء كان بالسوشال ميديا او بالحياة الفعلية او الحياة العملية بيتمد على اذا انت عم بتشوف هالشخص بالحياة العملية او بالسوشال ميديا فهاي كانت رسائل ممكن فعم بيين حبيبك بده يحكي كتير لانه في رسائل كتير طلعت للك وجل اسد فهاي كانت بعض الرسائل اللي الشخص بده يوصلها للك او بده يحكي فيها معك رح نشوف اخر اشي فقط نصيح على اليك اوكي ففي بداية جديدة رح تصير بينك وبين هالشخص وفي تكملة لكارما قديمة رح تصير ايضا او باوزيتب راكيجنشن سكسسفول كومليشن فيه نهاية انت رح تمر فيها رح تمر فيها ممكن مع شخص قديم او ممكن هالشخص رح يمر بكارما قديمة رح تسكر رح يخلص عليها لانه في عندك ايضا ففي تغيرات انت او فصول انت رح تسكرها وفي عندك فصول او ابواب جديدة رح تنفتح مع هالشخص وبوزيتب راكيجنشن فاذا انت عم تحاول توصل لهالشخص كيف انت بتحبه او كيف بتفكر فيه هالشخص رح يشوف طاقتك او رح يتعرف عليها او رح يستقبلها يعني ممكن انت تحس انه بعض الاشي اللي بتوصلها لالو مش عم توصل لالو ومش عم يفكر فيها ولكن هي عم توصل لالو بالفعل اوكي حبايبي برج الاسد بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها ازا حبيت الفيديو لا تنسى تحط لي لايك وكمنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم شكرا لكم